اشتركوا في القناة بالتخلي عن الأخلاق السيئة وتجنبها والثاني تزكية النفس وتهذيبها بالتحلي بالأخلاق الكريمة والاتصاف بها والأخلاق الرذيلة مثل الشرك والرياء والعجب والكبر والبغض والحسد والشح والغضب ونحوها وأما الأخلاق الفاضلة فهي مثل التوحيد والصبر والتوكل والتوبة والشكر والخوف والرجاء وحسن الخلق في التعامل مع الناس والشفقة عليهم ونحو ذلك وعليه فمن أهم الخطوات في طريق تهذيب النفس أن يتعرف المرء على الأخلاق السيئة وعلى أسبابها وينظر ما يتصف به منها حتى يمكنه التخلص منه لأن من لم يشعر بالمرض ويتعرف على أسبابه لا يمكنه علاجه ترجمة نانسي قنقر